صحيح ريمة كنا قد رصدنا اطلاق صواريخ باتجاه إصباع الجليل لم يصدر بيان حتى هذه اللحظة من حزب الله بخصوص هذه العملية لكن هناك قصف مدفعي تتعرض له في هذه الأثناء بلدات الخيام والعزية ودر ميماس وهذا القصف المدفعي بدأ بعد اطلاق دفعة الصواريخ وهذه الصواريخ جاءت بعد عدة عمليات واستهدفات إسرائيلية منذ يوم أمس أدت إلى وقوع شهداء وإصابات نتحدث عن غارات إسرائيلية عنيفة في مرجعيون في بليدة وأيضا في العباسية هذه الغارات ورب 30 أدت إلى إصابات وشهداء ارتفع عدد الشهداء منذ الأول من آب حتى اليوم إلى أكثر من 30 شهيدا بحسب وزارة الصحة ونشير إلى الغارة التي استهدفت أو المسيرة التي استهدفت سيارة في ساحة مرجعيون كانت الحصيلة الأولية بحسب وزارة الصحة شهيدين وإصابات حرجة لكن واحد من الشهداء أو من من كانت يظن أنه شهيد أجري له إسعافات وتنفس صناعي وعاد إليه النفس إذن نتحدث عن شهيدين في مرجعيون وبليدة وليس ثلاثة شهداء نعم نعم هذه الحصيلة المحدثة من وزارة الصحة بعد نقل الشهداء إلى المستشفى وإجراء الإصعافات اللازمة إليهم شهيد واحد بالغارة المسيرة التي استهدفت مرجعيون وشهيد في بليدة لكن نشير إلى أن هناك حالات حرجة في المستشفيات أمس كان هناك طلب لوحدات من الدم بسبب الاستهداف الذي حصل في مفترق العباسية في قضاء الصور نتحدث عن 17 إصابة منها حالات حرجة وعلى ما يبدو أن الرد على هذه الاستهدافات العنيفة بدأ اليوم من حزب الله بإطلاق دفعة الصواريخ باتجاه أصبع الجليل بانتظار البيان الرسمي من حزب الله وتتعرض البلدات الجنوبية للمدفعية الإسرائيلية باستمرار كنا نستمع بشكل جيد إلى الاستهداف الذي يطال بلدة الخيام هذه البلدة التي تتعرض بشكل يومي للمدفعية والغارات الإسرائيلية نشير أخيرا ريمة إلى أن هذه الاستهدافات التي ما تزال ضمن قواعد الاشتباك تأتي مع استعداد بيروت اليوم لاستقبال وزير الخارجية الفرنسي الذي سيلتقي رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ونظيرة لبنانية وكان هناك أمس زيارة للمبعوث الأمريكي في محاولة لتهدئة الأوضاع ولجم اتساع نتار